تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء شمل برعايته الكريمة هذا اليوم التمرين التعبوي المشرك قوة العزم الذي أجرته قوة دفاع البحرين بالدخيرة الحية وشاركت فيه قوات من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين فلدى وصول جلالتها يده الله كان في الاستقبال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق ركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق ركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وقد رافق جلالتها يده الله سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكية وعند وصول جلالته إلى موقع الاحتفال استقبل حافظه الله معالي فريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الشقيقة وسعادة الفريق ركن حمد بن محمد الرميثي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة وسعادة اللواء ركن وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة حيث هنأوا جلالته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وقد رحب بهم جلالته معربا عن تقديره لهم على مشاركتهم القيمة والمثمرة في هذا التمرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب السمو والملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي صاحب الجلالة يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الأغر ونحن نحتفل بمرور خمسين عاما على تأسيس جلالتكم حفظكم الله قوة دفاع البحرين وختام التمرين التعبوي قوة العزم تحت رعاية جلالتكم أيدكم الله والذي تشارك فيه قوة دفاع البحرين ومشاركة أشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيدي صاحب الجلالة خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الرائد ناصر راشد الغدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم ثم قدم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى يده الله شرح عن مجريات التمرين ومراحل تنفيذه والأهداف المحددة له سيدي صاحب الجلالة على بركة الله وبفضل منه نبدأ ختام التمرين التعبوي قوة العزم والذي يأتي بالذكرى الخمسين لتأسيس جلالتكم أيدكم الله قوة دفاع البحرين تبدأ الآن الطائرات المقاتلة قصف أهدافها وما أن أدن جلالته ببدء التمرين حتى بشرت القوات المشاركة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة ومهارة عالية طائرات الـ F-16 لسلاح الجو الملكي البحريني وهي في أرض الميدان حيث تقوم بقصف الأهداف المخططة لها مسبقا وتبدأ الآن طائرات الـ F-15 من القوات الجوية ملكية السعودية بقصف أهدافها وتكمل الآن طائرات الـ F-15 هذا وقد عرب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله عن ناطيب التهاني بهذه المناسبة المجيدة في تاريخ البحرين الوطني إلى جميع ضباط وضباط صف أفراد قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم وإلى المواطنين جميعا مقدرا جلالته لرجال قوة الدفاع منذ بداية إشراقة ضوئيها الأول حرصهم الدائم للنهوض بواجبهما السامي حمل لواء الفداء وأمانة شرف الذود عن الوطن بأسمى مراتبه فضلا عن مساهمتهم الكبيرة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ووقفهم الثابت والمشرفة مع الأشقاء والأصدقاء لحماية أمن منطقتنا والستباب السلام في العالم مقدرا جلالته ما بذلوه من تضحيات كبيرة فداء لوطنهم ومن أجل مستقبل أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة بإذن الله وضف جلالته قائلا إننا نستذكر بكل إكبار وأجلال في هذه المناسبة الوطنية وضع اللبنة الأولى لهذا الصرح الشامخ وأباني أركانه والد الجميع قائد مسيرتنا الحديثة صاحب العظم الشيخ عيس بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه كأحدى ثمار عهده الميمون من إنجازات في شتى الميادين شكلت نقلة حضارية في تطور مملكة البحرين كما أضف جلالته حفظه الله أن ذكرى يوم تأسيس قوة دفاع البحرين علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة ومبعث فخرنا واعتزازنا جميعا حيث تحيي في نفوسنا مآثر البطولة والفداء التي سطرها الآباء والأجداد في صفحات تاريخنا الوطني المشرف مؤكدين ثقتنا برجال قوة دفاع البحرين البواسل حيث أضافوا صفحات ناصعة جديدة من البطولات إلى سجل تاريخنا الوطني المجيدة فهم بحق فخر الوطن ومصدر اعتزازنا الدائم وأضاف جلالة الملك المفده القائد الأعلى إنه لا يطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة نشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقرة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليانه سموهما من اهتمام ومعزرة لقواتنا المسلحة مقدرين دورهما الكبير في تعزيز قدراتها عبر مسيرتها المباركة كما نشكر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده الحفيثة وقيادته المثلى التي تتجلى فيما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور ورقي ومنع مقدرين ما بذله رجال قوة الدفاع من النخبة الطيبة منذ بداية مرحلة التأسيس والذين نكون لهم كل التقدير ولا ننسى جهودهم القيمة واخلاصهم الصادقة فأضاف جللته إنه يسعدنا في هذا اليوم أن نرحب بأشقائنا البواسل من القوات المسلحة السعودية الشقيقة ومن القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة في بلدهم البحرين وبين أخوانهم من قوة الدفاع ومشاركتهم معنا في هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار وانسجام انطلاقا ما يجمعهم من عمل عسكري مشترك صفا واحدا في العديد من المهام النبيرة دفاعا عن أوطاننا وكرامة مواطنيها فمشاركتهم يدا واحدة في ميدان الشرف والبطولة في عملية إعادة الأمل ومن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ما هي إلا أحدى صور التعلاح بين الأشقاء ونموذج مشرف للتكاتف التاريخي بين دولنا في كل المواقب ودليل على صلابة موقفنا وترابطها التصدي للأرهاب بكل أشكاله ونصرة للحق ومد يد العون والإغاثة الإنسانية مضيفا جللتها التحديات التي تواجه المنطقة لأم تتطلب منا رص الصفوف والتأهب الدائم وقال جللتها يذه الله إن هذا التمرين التعبوي الكبير الذي شهدناه اليوم يدعو للفخر والأعجاب ويعكس المستوى الاحترافي الراقي والروح المعنوية العادية التي يتميز بها رجال قوة الدفاع وأشقائهم من الدول المشاركة وما اتسم به من تطبيق دقيق أثبت خلاله المشاركون وصولهم إلى المستوى الاحترافي المميز مقدرين للقائمين على هذا التمرين الشامل وما أبدوه من إتقان ومهارة تخطيطا وتنفيذا بكل نجاح وتفوق مؤكدين على همية استمرار مثل هذا التمرين مثل هذه التمرين للارتقاء بالكفاءة القتالية مضيفا جلالته أن قوة الدفاع ستظل بعون الله كما عهدناها سيفا ودرعا للوطن وقوة للخير والسلام ليبقى وطننا عزيزا شامخا بإذن الله وتمني أن جلالته للجميع دوام التوفيق والسدى الدال سيدي صاحب الجلالة تمر الآن من أمامكم طائرات سلاح الجو الملكي البحريني وهي تحمل علم مملكة البحرين وصورة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وتحمل الطائرة الثالثة شعار قوة دفاع البحرين بمناسبة الدكرة الخمسين وفي ختام الاحتفال قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هدية تذكارية بهذه المناسبة إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله كما قدم معالي القائد العام قوة دفاع البحرين هدية تذكارية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ثم قدم سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي هدية إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى وهي سيارة عسكرية خدمت في قوة دفاع البحرين عام 1985 كما يتشرف سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتقديم هدية إذكارية إلى سيدي سمو ولي العهد حافظه الله ورعاه سيدي صاحب الجلالة يتشرف سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بتقديم هدية إذكارية إلى جلالتكم حافظكم الله ورعاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وقد غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حافظه الله ورعاه موقع الاحتفال بعد أن شهد ختام التمرين التعبوي المشترك قوة العزم الذي أجرته قوة دفاع البحرين بالدخيرة الحية تشرف الرجال قوة دفاع البحرين في هذا اليوم المبارك بسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه برعايته التمرين التعبوي الميداني قوة العزم الذي تم تنفيذه بالذخيرة الحية من قبل عدد من أسلحة وعادات قوة دفاع البحرين بمشاركة أشقاء لنا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشغيغة وقد أثبت جميع المشاركين في التمرين الاحترافية والجدارة في العمليات الموكلة إليهم بحسب ما هو مخطط له ضمن مجريات التمرين وتكمن أهمية تمرين قوة العزم في تدريب الغطاعات المشاركة في التخطيط والتنفيذ لمختلف العمليات الدفاعية ويعد هذا التمرين ثمرة توجيه التدريب الذي يرتكز على النهج العسكري لقوة الدفاع الذي تنتهجه هذه القوة منذ التأسيس ويزيدنا فخرا تواجد ورعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهلة البلاد المفدة قائدنا على حفظه الله ورعاه في عيد قوة الدفاع البحرين الخمسين هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع من تسبي قوة الدفاع هذه القوة الشامخة التي أشرف على تأسيسها سيدي صاحب الجلالة وتنفيذا لتوجيهات الصادرة من القيادة العامة بدأ التمرين بتطبيق تمرين القيادات ثم انتقل إلى تمرين بغطاعات ذو جانب واحد الحمد لله على نجاح المبهر للتمرين التنائي قوة العزم وتحقيق الأهداف المرجوة بتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة المالك المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبدعم القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين والذي شاركت فيه كافة الأسلحة والوحدات وبمشاركة قوات شقيقة من القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية والقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا التمرين قوة العزم يحظى برعاية كريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله يجسد أسمى صور الدعم اللامحدود لقوة الدفاع البحرين منذ تأسيسها وصولا إلى يومنا هذا الذكرى خمسين لتأسيس قوة الدفاع البحرين الحمد لله نحن سعادات جدا بما حقق تمرين قوة العزم من نتائج جدا طيبة ونزداد فخرا بحضور سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة قائدا لعلى حفظه الله الفؤيدة من هذه التمرين زياد تجانس في العمليات المشتركة بينه وبنقوات الشقيقة وطبع الحمد لله نفذ التمرين على أكمل وجه بانسجام كبير وظهر حجم التنسيق الواضح بين جميع القطاعات وحقق التمرين أهدافه ومخططاته في العمليات المشتركة بين القوات الشقيقة والصديقة أهني مملكة البحرين حكومة وشعبا وعلى رأسهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وأهني ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين بذكرى مرور خمسين عام على تأسيس قوة الدفاع عقدت عدة اجتماعات وكذلك سبق هذا التمرين تمرين على مستوى القيادات حيث صممه وخططه للتمرين كعمل مشترك ووضع للتمرين أهداف تدريبية مشتركة وهني جلالة ملك البحرين الشعب البحريني على مرور خمسين عام على تأسيس قوة دفاع البحرين مشاركتنا في هذا التمرين بناء على أسس التعاون العسكري المشترك بين قوات الدول المشاركة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ومما لا شك فيه أن مثل هذه التمرين تزيد من الكفاءة القتالية ويتم فيها تبادل الخبرات وصقل المهارات وقد أنهينا هذا التمرين قوة العزم ولله الحمد بكفاءة عالية وحسب الخطط الموضوع علىه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر